بنوك إيران لا ترعي المعايير والضوابط العالمية وتعتمد على غسيل الأموال والمخاطرات وتدعم الإرهاب وهذا هو السبب الرئيسي لأزمة التعاملات المصرفية بين البنوك الإيرانية ونظيرتها الدولية هذا الرأي والاعتراف ليس أجنبياً بل صدر عن مركز أبحاث البرلمان الإيراني وهو مؤسسة حكومية محسوبة على النظام ووفقاً لموقع راديو فرد الإيراني فقد جاء في تقرير لمركز الأبحاث أن أزمة التعاملات بين البنوك الإيرانية والبنوك العالمية ترجع لسوء إدارة البنوك الإيرانية وعدم التزامها بالمعايير الدولية وليس بسبب العقوبات الاقتصادية كما يتصور العامة والنخبة في إيران التقرير نوه كذلك إلى أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران بقطع التعاملات المصرفية بينها وبين البنوك الدولية حدت كثيراً من عمليات غسيل الأموال والدعم المالي للعمليات الإرهابية وأجبرت البنوك على الالتزام إلى حد ما بالمعايير الدولية وأشار التقرير إلى أن إيران بين 23 دولة من أصل 157 تشهد عمليات غسيل أموال وتورط في تعاملات مصرفية مشبوهة لدعم الإرهاب فضلاً عن عدم التزامها بالمعايير المالية الدولية وذكر تقرير مركز أبحاث البرلمان أن البنوك الإيرانية تعتمد على المخاطرة أو ما يعرف بالرزق التجاري في تعاملاتها المصرفية وهذا ما يدفع البنوك الدولية إلى النفور من أي مشروعات تجارية وانعدام الثقة في تعاملاتها مع إيران ويأتي تقرير مركز أبحاث البرلمان اليوم ليؤكد ما ذهب إليه المركز ذاته من نتائج في تقرير نشر له عام 2016 وصف فيه الوضع المصرفي في إيران بالكارثي محدراً من خطر انهيار وأفلاس البنوك ترجمة نانسي قنقر